لا يزال الحديث قائما عن أزمة النقص الحد في الأبنية المدرسية في الأنبار الأمر الذي أجبر مديرية التربية الاعتماد على الأبنية الكرفانية كحلول موقتة رغم مساويها المتعددة عبد الرحيم مواطن من أهالي الفلوجة تبرع بقطعة أرض شيدت عليها مدرسة كرفانية بسبب افتقار منطقتهم للأبنية المدرسية نطيتهم إيها الغطعة قلت لهم هاي أخذوها حطوا بها كرفانات لجل الطلاب ما ينطلح الطلبة مالتنا ماكو مدارس المدرسة هاي صار لها كم سنة هذي المدرسة ما حدي مالت الدولة ما حدي عمرها هذي يشوف المدرسة الورايا نعم إيها يعني اتبرعت بها الغطعة مالتي في حين ما يكملون المدرسة تعالي شيرون كرفات عن الغطعة مالتي متبرع بيها من أول ما جينا هذي ساعة في سبيل الطلاب مالتنا أولياء أمور الطلبة أعربوا عن استغرابهم من استمرار إهمال منطقتهم في حي الشهداء الجنوبي الفلوجة وأن المدارس الكرفانية لها أثار سلبية على الطلاب بسبب افتقارها للوسائل التعليم الأساسية مطالبين بالإصراع في إنجاز مجمع المدارس التي مضى عليه تسعة أعوام ولم يكتملوا بعد نعاني من نغس المدارس في منظرتنا من 2013 ولحد الآن نحن نعاني من قلة المدارس وابن عمي تبرع بيته على مود الأطفال ماتنا وحس بقطع تحط الكرفانات وجدت منظمة اللي حطت لنا المدارس ولحد الآن ما عندنا مدرسة بناء بسع كرفانية وهاي نحن من 2013 نعاني وأطفالنا بالبرد والحرب وهي الكرفانات ريد مدارس نحن بناء ثابتة وأكم جمع مع المدارس بس لحدها ما كما المدرسة من 2013 لحد الآن ما كملوها ومدارسنا إيهاية المدرسة الكرفانية ما يقبلون أطفالنا بمدرسة كهربائية الكرفانات قاعدين ومدرسة ما كملوها ما حد ملتفت إليها المنطقة أكثر من ألف مدرسة تعرضت للتدمير ما بين كل وجزئي في عموم الأنبار جراء الحرب في الأعوام الماضية مما دفع وزارة التربية للجوء إلى الأبنية الكرفانية في مناطق الأطراف لضمان سير العملية التربوية من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر